عرقلة وزحام خانق يواجهه المواطنون هنا خلال مراجعتهم لدائرة البطاقة الموحدة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الشهر الثالث أخير موعد للعمل بهوية الأحوال المدنية روتين قاتل ورتابة في الإجراءات المتبعة الخاصة بإنجاز المعاملات في البطاقة الموحدة بكربلاء خل فاز حاما وطوابير طويلة للانتظار بينما يصف مراقبون تلك التعقيدات بالحرب النفسية على المواطنين أيام قلائل تفصلنا عن انتهاء مدة لوضعتها وزارة الداخلية للنهاء تعامل بطاقة السكن والتحول إلى البطاقة الوطنية بشكل كتام لكن نجد في دوار الزارة البطاقة الوطنية هناك اقتضاء مقبل المواطنين نتمنى من الجهات الحكومية لا سيما وزارة الداخلية تعامل بشكل أكثر وحازم لانتهاء من هذا الملف وحتى يتخلص المواطن الروتيني الموجود في دوار الدولة مدرية الأحوال المدنية في كربلاء أغلقت الأبواب أمام فريق واني نيوز الذي حول معرفة أسباب الزحام في مركز إصدار البطاقة الموحدة وتسيط الضوي على العقبات التي تواجه المراجعين ليبقى الحديث هنا للمواطنين صار لأسبوع أجل البطاقة الوطنية يومية ازدحام روتين قاتل من غير أنه تعال استنسخ لي فلان شغلة تعال هذا عندك خطأ هنا روح جيب يعني اليوم ينكتل كله إذا عندك أنت معاملة بالبطاقة الوطنية وما تزال تعقيدات دوائر كربلاء الحكومية تشكل عائقا بوجه المراجعين الذين يضطر الكثير منهم لدفع أموال للمعاقبين المرتبطين بعلاقات مع موظفها بسرعة إنجاز معاملاتهم والخلاص من ساعات وإيام الانتظار علي خالد واني نيوز كربلاء اشتركوا في القناة